أهلا بحضراتكم من جديد طبعا النهاردة الحدث الأهم بالنسبة لنا كأهلوية أو حتى أي حد بيحب الكورة بيحب الاستثمار في الكورة وصناعة الرياضة أكيد النهاردة هيكون مبسوط لما يشوف حفل توقيع عقد الرعاية بين النادي الأهلي وشركة اتصالات مصر شركة اتصالات مصر والرعاة الرئيسي والشريكة التكنولوجي للنادي الأهلي وحفل التوقيع النهاردة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من لعبي الفريل أول لكورة القدم وقيادات الشركة أعلن النادي الأهلي في وقت سابق أن شركة اتصالات مصر هي الشريك التكنولوجي والرعاة الرئيسي للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة جاء ذلك في إطار استراتيجية تنادي القرن الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي وحرص الشركة العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السقينة المصرية والعربية على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قعدة انتشار علاماتها التجارية وأيضا استثمار الشغف الكبير لجماهير الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة التكنولوجية الفريدة تحت شعار بنحب الأهلي في المقابل يسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستثمار أو في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضاؤه وجماهيره العظيمة شايفين قدامنا طبعا تبادل الدروع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الإعلان عن التعاقد مع شركة اتصالات مصر وأكيد هذا الإعلان بيحكس بكدر كبير قدر وقيمة النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لتكون الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي خلال السنوات الأربع القادمة كنا نعرفين طبعا عراقة النادي الأهلي نادي القرن اللي مر على إنشاءه 115 سنة وبطولاته التي وصلت إلى 144 بطولة محلية وقرية العلاقة مع شركة اتصالات مصر بدأت طبعا كلنا عارفين منذ سنوات طويلة وهي شراكة ناجحة بيسعى النادي بالتأكيد إلى استمرارها في السنوات القادمة من خلال هذا التعاون المثمر واللي بيحقق أهداف نجحة بالنسبة للجميع محلية محلية